طيب ليه النجوم بتوعنا يمكن هقول مثلا مش عادي بقى نسميهم اجيال الشباب ولا هم تخطوا مرحلة اجيال الشباب بس بصرف النظر ليه ما وصلوش لحد هوليوود وفيه منهم كتير يتقن الانجليزية على سبيل المثال اصلا المسألة مش انجليزية بس بالضبط انا متفق على كده المسألة مش في اللغة على الاطلاق لا اللغة جزء مقدش نلغي اللغة يعني طبعا طبعا لو انت مثلا هندي ومش قادر تنتقى كويس او باكستاني مش قادر تنتقى كويس اللغة ممكن تتوظف الدور يعني يتوظف او مصري او عربي الشاروخان عنده لكنة واضحة جدا لكنه في النهاية يتعامل بها اه طبعا ويتعامل بها انما هي المسألة مش لغة هي مواصفات نجومية مطلقة فمش شرط اوي او محيالات توقف على اللغة توقف على مواصفات اخرى زي توم كروز اللي كنا بدأنا بالحوار ربنا اداله فيض فيض من الجاذبية من عنده يعني ممكن مبقاش هو الممثل العظيم بس طلته على الشاشة بتجيب مليار من الجماهير بتجيب ارادات بتخلي السفقة اللي انت عاملها مجمونة الربحة الصنعة دي تجيب فلوس اه بتبقى على التربيزة كده خلاص عندنا احنا يعني كمصريين في سلمة المصرية ايضا عندك نجوم مجرد انت تعاقدت معاهم او نزلت لهم صورة لفيلم قادم هتلاقي الناس كلها بدأت تتعاقد معك ترجمة نانسي قنقر